بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي مع حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني وأولى حلقات منصة البث المباشر مع مادة اللغة العربية يا شباب بأن نركز كده مع بعض إن شاء الله النهاردة نكون مسددين موفقين بإذن الله تعالى إن احنا إن شاء الله نستطيع أن احنا نخرج بنوادج التعلم المستدفى من الدرس طيب درسنا النهاردة يا أستاذي النهاردة هنتكلم عن الأدب في العصر العباسي وفي عصر عباسي كمان طبعا يا عصر عباسي بل يا شباب ده يعتبر من أزهل عصور الأدبية على الإطلاق نرجع كده مع بعض يا شباب العصور الأدبية اللي درسناها طيب ليه أنا برجع العصور الأدبية يا أستاذي أقول لك علشان أنا هربط ما بين العصور الأدبية اللي احنا درسناها مع بعض أول عصر خدناه العصر الجاهلي واتكلمنا عن العصر الجاهلي بسمية الشعر والأدب والنثر اللي موجودة فيه جميل جدا واتكلمنا كمان عن عصر صدر الإسلام اتكلمنا إزاي التحول اللي حصل في الشعر والنثر في عصر الإسلام ثم جاء عصر القوة في العصر الأموي يبقى ده العصر التالت طب الفصل الدراسي ده هناخد مع بعض كده وندرس مع بعض العصر العباسي أزهى عصور الأدب العربي عامة بل أقوى العصور الأدبية هو العصر العباسي طب واحد هيسألني أقول لي إيش معنى العصر العباسي بالذات هقول لك انتظر لما إن شاء الله نبدأ في الدرس طب مع بداية كل الدرس نعمل إيه؟ نواتج التعلم المستهدفة أول حاجة بنتعرف على سمات الأدب في العصر العباسي جميل بنستنتج الأغراض الشعرية الجديدة انت كلمتني دلوقتي على الأدب في العصور المختلفة اتكلمنا ورجعنا ما فيها مع بعض يبقى إذن انت النهاردة هتدرس أغراض شعرية جديدة هنستنتج أصل العصر العباسي على الألفاظ في الشعر أنا عايز دي مهمة جدا يا شباب إن احنا نتكلم عن الألفاظ في الشعر طيب هنستنبط مع بعض بعض سمات الناثر هنتكلم النهاردة عن الشارع والإيه والناثر طيب يلا بنا مع بعض كده وما ننزاش السؤال اللي قلته في الأول اللي هو ليه العصر العباسي مهمة أوي كده ليه العصر العباسي ده من أقوى العصر للأدبية هو أنت ليه مهتم بالعصر العباسي يا أستاذ هقولك لأنك أنت كده كده إحنا فحول الشعراء موجودين في العصر ده فحول إيه فحول دي كلمة دي جديد فحول يعني أقوى الشعراء اللي موجودين في الأدب العربي موجودين في العصر العباسي وهنشوف ما ظهر التطور اللي حصلت في العصر العباسي يبقى احنا هنتكلم النهاردة عن الأدب في العصر العباسي يا شباب نركز كده مع بعض يلا بينا أول حاجة نشوف ملامح الحياة في العصر العباسي هو ليه العصر العباسي ده مهمة جدا هنبدأ بأول حاجة كيف قامت الدولة العباسية إحنا عندنا أن الدولة العباسانة جاءت بعد نجاح ثورة أبي مسلم الخراساني ضد الأمويين يعني كان الأمويين موجودين طب بين الأمويين دي كانوا موجودين فين؟ كانوا موجودين في دمشق طيب إيه الجديد اللي حصل تم نقل تم نقل العاصمة بتاعة العرب من أو الخلافة الإسلامية من دمشق راحت إلى بغداد وهنا هنتأثر بقى يا شباب بالخلافة العباسية الجديدة تأثرت بيه الخلافة العباسية؟ هتقول لي تأثرت بحضارة الفرس هو حضارة الفرس أثرت طبعا أثرت حضارة الفارسية مشهورة بالبذغ بتاعها يعني الطرف والغناء فظهر طبعا بناء القصور عندنا والتأنق في أنواع الطعام والشرب والملابس والأثاث والحر الضائق والبرق كل هذه مظاهرة الحياة انعكست بالطبع على الألب يبقى أول حاجة أنا عرفتها من خلال نجاح ثورة أبي مسلم الخرصة ضد المويم؟ ان احنا قلنا ان العرق تأثرت بالحضارة الفرسية ليه؟ لأن العصمة بتاعتنا كانت في بغداد وبغداد بجوار ايه؟ بجوار بلاد فارس اللي هي بلاد ايران وما خلف الايه؟ النهر احنا قلنا بلاد فارس بلاد ايران والهند كل هذه البلاد تأثرت بها الايه؟ الحضارة العربية طيب تأثرته بايه؟ ببناء القصور والحدائق والطعام والشراب وقلت العرب الفرسي في ذلك الايه؟ في تلك الأموات من الحياة طيب انتشرت دعوات غريبة في المجتمع العرب زي الزردشتية والمانوية كما ظهرت الزندقة الزندقة يعني ايه؟ التحلل الدين والخلق يعني ظهرت دعوات غريبة كمجتمع إسلامي طيب تظهرت ليه؟ بسبب التأثير بالفرس يبقى أنا كده انتقلت معاك انتقلت معاك من ايه؟ انتقلت معاك من العصر الأموي وبدأ ننهيئ نفسنا للعصر العباس طيب انت قلت لي في بداية الحلقة يا أستاذي ان العصر العباس ده أهم عصر اه بالطبع لان عندي فيه مظاهر الزهار مظاهر الزهار ديني وعلم يكفي ان اقولك بعيدا حتى عن المنهب يا شباب يكفي ان اقولك ان كل اختراع موجود حاليا في أرض الواقع أصله عباسي الكلمة دية صعبة قوي كل اختراع الهاتف المحمول اللي في ايدك أصله عباسي أنا بتكلم على الأمة الإسلامية الزهار الحضارة الإسلامية بغداد كانت أجمل وأروع وأرهى من باريس ولندن ونيورك وكل البلاد اللي انت ما كنت تتخيل في قمة الزهارة يعني فيه كاتب أمريكا بيقول لو تركنا العرب على حالهم لكنا نتنقل الآن بين الكواكب أنا عايز كل طالب بعد الحلقة دي يروح يقرأ يقرأ في الزهار الحياة في العصر العباسي الزهار الأدب في العصر العباسي طيب احنا قلنا الزهار الأدب في العصر العباسي من خلال إيه؟ من خلال الدين طيب الدين خد كده معي بقى وابدأ ركز وقولك ظهر كثير من الفقاء والإيه؟ والعلماء اللي اهتموا بتفسير القرآن تفسير القرآن ظهر في العصر العباسي يا شباب والإعراب الخاص بالقرآن وبيان أوجه الإعجاز ده ظهر في العصر عباس أيه كمان علم الحديث والرواة صحيح البخاري وصحيح مسلم كتاب الصحاح صحيح البخاري وصحيح مسلم ظهور المساهب الفقهية الأربعة اللي هو إمام أبو حنيفة النعمان هو ملك وابن حنبل والشفعي كل الأئمة الأربعة ظهروا في العصر عباس يبقى العصر عباس الاشتارة بالدين عصر الإصدهار في الديني الديني ازاي من خلال أعراب القرآن وتفسير القرآن وعلم الحديث وكتب الصحاح طيب الإصدار العلم يكفي أن أقولك أن الأصل للأعراب وعلم النحو اللي انت شايفوا دلوقتي ده أصلا يعني قمة إصداره موجودة من العصر عباس ظهرت مدرسة اسمها مدرسة الكوفة ومدرسة البصر مدرسة البصر دي يا شباب كانت موجودة بقيادة الكسائي الكسائي كان عالم اللغة وكبير البصرة سيباوي والكوفة الكسائي البصرة كانت مشهورة جدا بعلم النحو السيباوي طبعا كان أعظم عالم من علماء النحو هو اللي صنف كتاب الكتاب بقى كتاب 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 وعمل التصديق بتاع في علم النحو والكوفة ظهر فيها الكسائي الكسائي كان من شيوخ اللغة ومن الأدباء الكبار وهو اللي وضع قصص علم اللغة طيب كان مذهبا لغويا يهتمان بالتأصيل ودرسات النحوية اللي احنا درسناه طب ظهور مذهب أدبية في الشعر والناس من خلال ايه فحول الشعراء يعني كبار الشعراء وركز على الكلمة دي اوه كل كبار الشعراء او اعظم الشعراء احنا حتى بنتبرها معاهم بنعمل حقا اسمها معارضة شعرية يعني ايه معارضة شعرية ييجي الشعر دلوقتي يقوم ريح شعر معاصر يكتب شعر زي بيحارب او بينفس مي بينفس الشعراء في العصر عباس عندك أبو تمام والبحتوري والمتنبئ ده كفاء المتنبئ المتنبئ دي من أشعر شعراء لظهروا في الأدب العرب طيب تعدادة الأغراض الشعرية دي اللي تهمني وتجدد النثب بين الخطابة والكتابة يبقى إذن احنا بنتكلم عن ايه عن العصر العباس مهم جدا جدا النهار ده واحنا بنتكلم مع بعض يا شباب نبدأ يعني عايزين كده نتناقش مع بعض لو انت بتتبعنا على طول على منصة البث المباشر دايما احنا بنتمقى مشغولين كمعلمين داخل الوزارة بحاجة اسمها نواتج التعلم ايه الدروس المستفادة او الناتج التعلم المطلوب من كل درس يعني انا دلوقتي بدرس معاك الأدب في العصر العباس وقلت لك نواتج التعلم المستدبع في الأول طب ايه الحاجة المهمة اول انا ركز عليها كطالب علشان اعرف السؤال كيفية توضع السؤال وكيفية الاجابة على السؤال اول حاجة خطة من خطوات لازم ان نعرف حاجة اسمها سمات الادب في سمات الشهر في العصر العباسي اول حاجة لو انا بدرس ادب لازم ان نعرف سمات الشهر الادب يعني الشهر والنسر لازم ان احدك له سمات الشهر في العصر العباسي طب ايه سمات الشهر يا استاذ أول حاجة من حيث الخيال والصور الخيال في العصر العباسي جاء معقد شوي معقد ليه لأن احنا قلنا خلاص انتلكوا اللغة انتلكوا اللغة جدا كمان بعد أن كان بسيط يعني كان التشبيه كده كان تشبيه بسيط وسهل الخيال زي ايه احنا قلنا الاستعارة والتشبيه والكناية والمجاز الخيال اللي هو التشبيهات والاستعارات ايه عشان نتطالب التشبيهات والاستعارات والكنايات والمجاز يبقى ده نركز فيه قالك التشبيه والاستعارة ده عندي اصبح معقد يعني خيال بقى بيركب سرعة على سورة مش بيجيبها سورة بسيطة كده مش بيعمل تشبيه واحد وخلاص لا ده اكثر من تشبيه حتى احنا بنسميه نزعة هتدوم بقى يا شباب نكتب كده مع بعض نزعة بياني يعني نزعة بياني يعني الشاعر ممكن البيت كله او القصيدة كله كل بيت تلاقي في سورة باني يعني ممكن تلاقي في كل بيت تلاقي استعارة تلاقي تشبيه تلاقي تشبيه استعارة مع بعض فعمل تعقيد بعد عن كانت بسيط يعني كان سهل او بسيط لان الشاعر برضو في العصر الامو كان ايه ما كانش الشاعر وصل لقمة وبذلك اصبحها مسايرا للحياة لاني الحياة عندنا باتنعقد تلاقي واحد بشرب خمرة وفي نفس الوقت ايه تلاقي واحد زايد تلاقي فيه موجون وحركات صندقة حركات تدعو للتصوف وحركات تدعو للعبادة والزود والاستعداد للاخرة يعني مجتمع حتى زاد نفسه غريب بعد ما كان في تعقيد هل ده نعكس على المجتمع بالعكس المجتمع بنعكس على ايه الشاعر فاصبح فيه امتزاج للحضرات عندك ايه تاني ما الشعراء الى الصنعة بالتفنن في الصور بقنا نتفنن بقنا نجيب صور اتاكر ربيع الطلق يختل وضحكا حتى كاد من الحسن عن يتكلم شوف شوف الصورة اتاكر ربيع الطلق من الحسن اتاكر ربيع الطلق يختل وضحكا يختل وضحكا يعني بجلبي يضحك ده عمل اتاكر ربيع استعار وضحك وده استعارة تاني يعني يعني اذا بقى فيه اهتمام جدا اهتمام بايه بالصنعة على حساب العاطفة مش هما هو العاطفة طب كلمة العاطفة دي يعني ميه يعني فيه تعدد موضوعات داخل القصيدة بيقعد يكلم في اكثر من موضوع يا شباب على ان القصيد انا باهتم جدا بالناحية البيانية يعني ممكن نكتب جملة دي او او يعني ممكن نلخص كل ده اهتمام الشعراء بالناحية البيانية نكتب كده مع بعض بالناحية البيانية يعني الناحية البيانية يا شباب يعني استعارة تشبيه كناه مجاز على حساب العاطف على حساب العاطف يعني ممكن نكتب نزعة بيانية يبقى عنده ايه نزعة بيانية يبقى ديه اول حاجة استفتها من الخيال والصور طيب الالفاظ احنا قلنا العصر ده عصر عباسي يعني في اختلاط امم لما حصل اختلاط امم اكده الالفاظ تبقى سهلة معبرة وعمل تزاوج بين الفكر والمعاني يعني الالفاظ تبقى سهلة ونشوف دلوقتي الالفاظ سهلة زي وده اليميني جدا نتج التعلم ده مهمي جدا الالفاظ كيفية كانت الالفاظ في العصر عباس يعني انا وضع الامتحان ههتمي جدا بالسؤال الاغراض الشعري انت اكيد في عندك اغراض جديدة طب الاغراض الجديدة لزارة ابقى قلنا في اغراض قديمة واغراض جديدة احنا لسه بحفظنا عليه الاغراض القديمة زي المتح بس المتح انا عملته متح شوية متملق يعني بالزيادة شوية هجاء في سب رثاء اللي هو ذكر محسن المتوفي يعني اذا في عندي متح عندي هجاء عندي رفاء عندي اعتذار بس الاعتذار بشكل مختلف يبقى اذا برضو الاعتذار ده هتم بقوي وعندي غزل غزل صريح وغزل عفيف وعندي فخر المتح يكون للغير الطلب اللي بيس الكتير جدا يعدوا لي يعنيه متح يعنيه متح هي فرق ازاي بين المتح والفخر الفخر يكون للنفس او للجماعة اللي انا زي فخر للقبيلة او فخر لشخص معين يعني او للنفس لكن المتح ده الغزل في عد غزل صريح وغزل عفيف طيب ايه الجديد بقى اللي عمله الشاعر او الاغراض الشعري الجديدة اللي الشاعر يهتم بيه قال لك بقى بقى بقص بقى معايا كده حبيبي بقول لك الوصف قال لك هو ما كانش في وصف قبل كده كان في وصف احنا عندنا في العصر الجايلي كان في وصف لما قال مكرن مفرن مقبلن مدبرن معنك جلمودي صخرا حطوه السينو من علن عندك لو انت يا فاكر امرق القايس لما قال في الوصف وصف الفرس وصف الفرس تتكلم عن وصف الفرس مهم جدا امرق القايس طيب املق الوصف الجديد قال لك وصف ندور قال لك هو ما كانش في عندنا دور في العصر الجايلي لا كان نادر جدا بحد كان لانه ممكن انه بيعتمد على الخيمة بيتنقل بيترحل لكن دور شوفوا شو في شكل الجميل ده شوفوا القصر الجميل ده هذا هو القصور هذه القصور قصر قصر يعني بيعيشوا في قصر مظهر مظهر طرف حياة فيها طرف الطرف بقى والنعيم اللي بيشوفوه في العصر اللي ايه العباس تأثورا بالعصر الفارسي يعني هو بالحضر الفارسي القصور والدور والبرك والنوافير النوافير الفامياء ومجالس الله والطبيعة يبقى اذا اللي يبقى عندي الجديد هو الأغراض يبقى عندي دي الخريطة قدامة تقدر تصورها سمات الشهر في العصر العباسي من حيث الخيال والصور دي واحد دي مهما جدا للخريطة دي يا شباب اتنين الألفواز والمعاني تلاتة الأغراض اللي موجودة في ذلك العصر طيب استنتج أثر العصر العباسي على الألفواز اه ده جميل جدا بقى وايه حكيت الألفواز يا أستاذ قال لك بقى احنا هنجيب لك هنا ايه موازنة شوف كده موازنة يعني ايه موازنة اتنين اتكلموا في موضوع واحد وبدأ ناقش من خلال ده وشه ده على رقم واحد النبيغة الزبياني وده موجود في العصر الجاهلي العصر الجاهلي النبيغة الزبياني الشعر الجاهلي بقول ايه بقى لما حبي اعتذر للنعمان بن المنذر ملك الحيرة ويتأسف له بعد غضبه عليه قال له ايه فلا تتركني بالوعيدي كأنني الى الناس مطلين به القارئة الجرام ايه الألفواز الغريبة والكلام الغريب والوصف الغريب ده انها بيغلزو بيانا لما حب يعتذر ليه النعمان يعني عنيفة بيقوله ايه بقوله لا تتركني لا تتركني ما تسيبنيش بهذا الوعيد الجمل الأجرب عارفيني الجمل لما يصب بالجرب يقولك الجمل الأجرب قال لازل اصيب بالجرب لو الجمل ده اصيب بالجرب ممكن يعدي الجمل الأخر ويسبب أمراض أو يموت طيب العربي علشان يستفيد منه يعمله يضع عليه الزفت عارفين القار القار اللي هو الزفت اللي بيبقى موجود فيه على الأسفلت ده اللي هو السقل الأسود ده فيقوم رايح العربي حضط عليه زفت يا شباب اللي هو السقل الأسود ده يقولك لا هو عاش خلاص هتستفيد بيه لو مات لا يعدي أو لا يصيب الجمال الأخرى بالجرب طبعا دي جاي من البيئة والألفز صعبة بالنسبة لي لما جال عصر عباسي أمونواس حب يعتذر للخليفة هارون الرشيد كلمه بلغة سهلة وبسيط فيها عذوبة قاله إيه؟ قاله بيك أستجير من الرد الرد يعني الموت يعني أستجير يعني ألجأ واحتم الرد يعني الموت وأعوذ بك من خط من سطوات باسك شوفك كلام السهل وبسيط فحس إن احنا قاعدين كلام بنكلم كلام بسيط يعني بقول له وحيات رأسك لا أعوذ لمثلها وحيات رأسك شوف قال له وحيات رأسك وحيات رأسك كلام كأنك أنت بتسمعه من خلال البيئة اللي احنا عايشين يبقى إيه الفرق بهنا ما بين الشار هنا والشار هنا قالك اللغة الألفزنة معقدة صعبة أما الألفزنة سهلة يفهمها الناس صعبة؟ يعني كلام سهل وبسيط عندك بقى خلودة كده تقدر تصورها جمع لك فيها السيمات لقد قلت لك أهم حاجة والسؤال ده سيمات الشعر في العصر العباس طبعا من الحيث الصور والمعاني قلنا فيه تعقيد وعمق طبعا لنتظار قديما كان عند النبغة تظهر ألفزنة صعبة ودي في سهولة ألفز سهلة حصل امتزاج بين الفكر والمعاني لأن الفكرة بتناسب المعنى تأثروا بطرف الحياة في الحياة الفريسية أغراض شعرية قديمة زي متح هجاء رثاء اعتزار تطورت الأغراض الشعرية في وصف الدور وقصور بجلس الله والطبيعة جئنا للطبيع طيب أنا إزاي بقى أطبع وركز كده معايا وأهم من الشرح أن دايما نقول أهم من الشرح هو التطبيع الشرح إحنا بنقدر من خلاله يا شباب بنقدر نفهم الطالب اللواتج التعلم وإحنا مستهدفة لكن إزاي أفهم بقى ده من خلال التطبيع يبقى أول تطبيع عندي بول قال أبو نواس الشعر اسمه شباب أبو نواس أبو نواس بقول إيه أبو نواس بك أستجير من الردى وأعوذ بك من سطوات بيسك وحياة رأسك لا أعود لمثلها وحياة رأسك هو بيكلم ليه هارون الرشد طيب أنا عايزك بقى أدك ديالك كده مع نفسك اقرأ وابدأ أقول لي الإجابة بيقول لك إيه ما يا شباب حدد مما يلي حدد سمى من سمات الشعر أدى بالله عباسي ركز حمي إزاي أعرف إجابة السؤال بصوا يا شباب أنا أول حاجة ده السؤال بتاعي أزمن أخراه قويس جدا ولحدد سمى من سمات الشعر الشعر عندي إيه إحنا قلنا صور وأخيلة صور بي يا شباب وأخيلة قلنا من حس الألفاظ قلنا من حس الأغراض ويكلمنا على كل واحدة طيب قال لك يبقى أوفات وأجب قال لي كده مفتوح قال لك من حس الشعر سمى من سمات الشعر قال لك الأغراض استخدم الأغراض القديمة بشكل مختلف يعني استخدم الأغراض القديمة بشكل مختلف يعني كان فيه غرض قديم وأنا قددت في هذا الغرض طيب نبص كده على السؤال ده غرض الاعتذار بالطبع يبقى خلاص هحزب الإجابة رقم بال لأنها لا تلاسب الاختيار بتاعت الخيال كان بسيط هو الخيال كان بسيط في العصر عباسي ده ده كنت بتقول للخيال معقد وعميق لا ده خيال بسيط ايه لا الهلغ دي وضح المعاني وسلمت الفكرة طيب ده هو بيكلم اللغة بسيطة قوي والمعاني هنا أي والمعاني بتكون معقدة أيضا مش بسيطة والمعاني هنا فيها كلام يعني كلام غامض قليلا يعني فيها عمق يبقى إذا على طول الطالب هيقول الإجابة اللي أنا شايفها صح من خلال الاستبعاد الإجابة رقم ألف طيب يقول برمي يصف طعاما أكلها بالضبض منها ملبس ومدث وقات لطائف وبعد ذلك لطائف ترضي اللي ها اللي ها اللي ها الحنجر يعني الحنجرة بتاعتها الحنجرة طيب اللي ها اللي هي الحنجرة اللي بنسمع منها الصوب تأثر عبد لنفس ده عصر عباسي يعني هتقول تأثر بالإيه بالفرس طيب كميل طيب بولك مال نظر هل هنا بيتكلم بولك يصف طعاما مراققات مراققات هنا بيتكلم عن القطايف القطايف بيتكلم عن القطايف القطايف كل سؤال انتم طيبين بقى داخلنا على شهر رمضان هيبقى فيها عندنا القطايف القطايف بقى بعد ذلك لطايف لطايف يعني بسطة كده وسهلة وجميلة يعني القطايف احزف دي وقت بكلمة انه بيتكلم عن الطعام والشرب يعني بنأكد الطعام والشرب اللي احنا بنقلد الفرص في الطعام والشرب طبعا هقولك لانه بيتكلم عن الحال الاجتماعية من الملابس والكلام ده كل طيب ظهور حركة الزندقة والمجون لا طبعا غلط طب التأنمق في الملابس والطرف الشديدة وما يتكلمش عن الملابس وبيتكلم عن الطعام خلاص انت كده سهلتها لي يبقى انت كده كأنك بتقول لي بنقلد الفرص في في الطعام والشرب لانه بتكلم عن القطائف طيب حاجة تانية بيقول لي ايه بقى ابن الرومي بيقول ولي وطن ده نص احنا هندرسه يا شباب مع بعض اسمه النص ده موجود معانا البيت وطن ان شاء الله هندرسه مع بعض يا شباب في هذا الفصل الدرس طيب ده شهر من العصر عباس بيقول لي بقى بيقول لي يا شباب بيقول لي ولي وطن قاليت ألا أبيعه يعني أقسمت بعدم بيع هذا البيت وقال لا أرى غير يا له الدار مالك محدش همتلك اللان فبيقول استنتج سمة من سمة الشار بأ أرض سمة من سمة الشار بس سألي من حيث الألفاظ ده ناتك التعلم اللي أنا عايزه الألفاظ عندي ايه أتقول لي أتقول لي الألفاظ أنت قلت مالك إلى سهولة دون تعقيد هو الشعر يقولي حتى كده يعني كلمة الألفاظ سهلة يعني سهلة سهلة الألفاظ معقد فين الكلام السهل البسيط اهو احنا عندنا الكلام سهلة كده محتاج معجم علشان الطلاب بتسأل يعني ايه كلمة ألفاظ سهلة وبسيط وألفاظ معقدة لفظ معقد يا شباب بمعنى محتاج إلى معجم يعني محتاج تفتح المعجم كده وتدور على كلمة الصبا الصبا تدور لي على معنى طفا نبك من ذكر حبيبي ومنزلي بسقوة اللوى وتقول لي يعني هلغى دار الشعر من متردام يعني هلعرفت بضارة بعد توهمي يعني يعني انت بذات نفسك بتبقى الكلمات محتاج ان يبقى جمع قموس وطبعا دول عرب الأقحاف يعني أصل اللغة ابن رومي بيكلم اللغة بساطة جدا سهلة وليه وطنون أهلية تقلها أبي عاب والله أنا حلفت من بايع البدة وقال لا أرى غير يا لغة دارة ملك أنا لو جبت يعني آسف يعني صبي صغير هقول يشرح لي البدة هيشرحولي هيقول والله الرجل الشعر ده بيقول ان انا مش محتاج مش بايع البيت وحلفت بلا من بايع ومحد يسكن وغير يعني كلام كثرة الألفاظ غير ما فيش ألفاظ غير ما فيش كلمة أجنبية أصلا ما فيش كلمة معجمية حتى يبقى نقول مالة الألفاظ إلى السهول أنا بتناقش معك كأن أنت كأن طالب كده وبتناقش معك وبنقول مع بعض ونتكلم وعايزك دايما كل سؤال كده تبدأ تتناقش وتبدأ تحلل السؤال وتبدأ تشوف البدائل ما تتصرعش وعندك دايما حاجة اسمها مفتاح الإجابة دايما ندور على المفتاح يعني كلمة مفتاح الإجابة يعني فيه كلمة مفتاحية هتخليك توصل للإجابة بصور ابن برد وده شعر جميل جدا يا شباب ملاحظين أن الشعراء هنا أقوياء قولنا أبو تمام أبو نواس المحتوري أبو العتاهية بشرة ابن برد أبو حوراء في مقلتيها يعني يعني العين حين تبصرها سحر من الحسن لا من سحر سحار كأنها الشمس قد فاقت محاسن وده هي أدمل عندي من إيه من الشمس ده هنا يا شباب بيوصف بيوصف المحبوبة هنا بيوصف بقول كأنها الشمس هنا طبعا لو طالب أقولي كأنها الشمس تشبيه مجمل ركز إحنا كنا قلنا بلكده محاسن الشمس إذ تبدو لإسهار وبقول حوراء هنا بقى عندي غزل أغراض الشعرية الأغراض غزل فاحش طب أعرف الغزل الفاحش ده إزاي قال لك الغزل الفاحش ركز معايا صديقي بيقول لي إن الغزل الفاحش ده ذكر محاسن المرأة الحسية يعني إيه محاسن المرأة الحسية يعني محاسن المرأة الحسية يعني عينيها العين بقى الجسم دي اسمها محاسن حسية طب جاب لي العين أهو ما دي محاسن حسية يبقى جاب لي العين ما دي محاسن المرأة الحسية طب هو بيفتقد بنفس يقول انا او شفت كلمة اه باني كزا او نحن او اي كلمة اولياء المتكلم لا بالطبع اقول لك لا مدح متملق يعني بيمدح ملك بيذكر بيذكر اه 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 المقاثر بتاعته لا تقولي لا مفيش بالكلم غزل بلوه ده غزل عفيف يعني ايه غزل عفيف يا شباب قال لك الغزل عفيف ده بيذكر محاسن المرأة معنوية يعني الطغر والعفة بقى والوجد والكلام ده طيب هو ذكر بقى يعني انا هحزف معكده هحزف با وجيم هل هو ذكر محاسن المرأة الحسية ولا ذكر محاسن المرأة المعنوية هتقول لا ده ذكر محاسن المرأة الحسية يبقى على طول ده غزل فاعش اللي هو غزل صريع واللي عرفك انه غزل صريع انه قال مقلتية قال عيني وقال عوراء وبعد كده قالك اجمل من الشمس والشاء اجمل من الشمس وكل حاجة طيب العباسي بن الأحنف وده شاعر من شعراء العصر العباسي بردي جواب رسالتي واستيقني ان الرسالة منكم عندي شفاء يعني شفاء يعني ونحن قلنا ده تخفيف عادي بيحصل في الشار لان طبعا اللي القفية يعني وهو بيكلم محبوبته قال لها رسالة منك شفاء مني السلام عليكم يا منيدي عدد النجوم وكل تطير في السماء قال لها انا كل تطير طب اول حاجة لحظة هل هل ذكر اسم المحبوبة لا الاجابة لا اتنين هل ذكر محاسن المرأة الحسية هتقول لي لا برضو ايضا لا وما لي الشاعر تكلم عن ايه تكلم عن رسالته المحبوبة ويقول لا يا حبيبتي ردي جوابي وانتظر منك الرسالة فالرسالة بالنسبة لي الشفاء ويقول لها تاني لكن مني السلام بعدد النجوم والطير في السماء طيب الغرض بقى هل شك هو وعتاب المحبوبة بيعتب المحبوبة ان هي ما بتردش عليه والله عنده حق ده بلها رد الجواب بتاعتي انا بعدت بالجواب بعدتلك رسالة وانت لم تجيب على هذه الرسالة طب هو عنده غزر العفيف والله هو هل بقى ذكرها بس يعني فيه كلام كده قاله او يعني ذكر كلام يقول لي انت صبابتي او روحي او قلبي طب نخلينا بس مع بعض شوي هل فيه ماتح متملق يعني بيمدحها بقولها انت اللي سبب السعادة والهناء او انت يعني بتعطيني من النعيم والخير والكلام ده كل شيء ماتح 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 بكل الملوك يا شباب يعني بيعتزلها يعني بيعتزلها بقولها انا اعسف ارجو منك انت تتقابل اعتذاري على تجاهل بينه بينك لا ده هو بالعكس بيعتبها بيعتبها انت قلت يا اساس بيعتبها بقولها ارد جواب رسالتي اه طب يا عتب محبوبت انت قلتلي الاجابة يا اساس من جادة ما تاخد ذلك طب انت عرفت ازاي حبيبي قلنا ارد الرسالة يعني ارد رسالة الجواب بقى وخلاها الشفاء بالنسبة لي اذا هنا في شكوى وعتاب المحبوب طب ابو العتا هي ابو العتا هي مرته يا جماعة شاعر كبير جدا من شعراء العصر العباس شايفين احنا بنقول كل اسم واسم اقوى من الاسم اللي يقول ايه يا نفس قد ازف الرحيل واضل لك الخطب الجليل فتأهب يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل بيلا عليك قبل ما تقول لك المغزى من قوله يا نفس بيكلم نفسه حديث مع النفس من سمينة حديث مع النفس بيقول ايه لنفسه والله يكلم جميل جدا قد ازف قارب الرحيل الرحيل يعني النهاية خلاص احنا هنموت واضل لك الخطب الخطب يعني الموت يعني بدأ الموت يبقى حواليك يجتملي يظلك فتأهب استعدي استعدي يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل الامل الطويل يعني الرجاء خلاص خلاص ما عادش في وقت طب بالله عليك لو انا بقول لك الكلام ده تقوله ده انت بتديني مغزى يا استاذي كأنك يا استاذي ايه كلام بقى الكلام اللي هو الايه كلام الدين الجميل بتاعنا ده ان الانسان لازم ان يعمل اليوم الرحيل وازم ان يبدأ يصل ويعبد ربنا وده حديث مع النفس يقول لك ميز المغزى بقى من قول الشاعر من خلفها مكلة ده حال الدعوة لغزل فحش لا الدعوة للصفر والترحل لا الدعوة لتحقيق الامجاد لا امال ايه الدعوة للزهد يعني ايه الزهد البعد عن متع الدنيا والاستعداد للرحيل يقولك ده انسان زاد والانسان زاد مش معناه انسان رث يعني او انسان يكون ما لبسه ممزقة ويكون ده انه طويلة ويكون شكله قزر يعني لا الزهد معناه ان انا ممكن اكون عايش في قصر عايش في فيلا عايش وعند احدث عربية ولكن طبعا ده من كاسب يدي ولكن الدنيا انظر الى نظرة ضئيلة يعني لا لا يعنيني ذلك لو ان شكيا كان عايش في اجمل بيت في المدينة وبرغم كده كان مزاهدين الزهد المعنى الانسان الله جميل يحبه ان يراك جميلة فضيما الزهد انك تنفق بقى وتعطل الفقراء وتساعد المحتاجين ولا تشغل بالك بمتع الحياة يعني ما تكونش المال ده انتهدمك جمع المال بقى وتبقى غاني وتبقى ثاري ويبقى معاك فلوس ويبقى تزداد مال العلامات لا انا ابقى معاك مال عشان اعيش الحياة ولكن وساعد الاخرين انفق ادعو الى المحبة ادعو الى السلام ادعو الى الناس الى كل هذه المظاهر طيب الدعوة الى الزهد يقول مطيع ابن اياس مطيع ابن اياس شباب بيقول ابن اياس اخلع عذارك في الهوى واشرب معتقة الدنان وصل القبيحة مهاجرا فالعيش في وصل القيان لا يلهينك غير ما تهوى فإن العمر فان ملمح من ملامح البيئة في العصر العباسي ايه ملامح البيئة هنا يا شباب قالك ملمح من ملامح البيئة من خلال من خلال ايه يا شباب اول حاجة التأثر بفكرة وحضارات المختلفة هل هنا احنا عندي تأثر بالحضارة العباسية تقولي لا طبعا هل المتح المتملق لا ما فيش متملق هل فيش ريوع التعصب الديني الطبع لا طب انت شار اللاوه المجون يعني ايه اللاوه المجون بولوا عيش حياتك بقى وما تشغلش دماغك بقى اي حاجة خالص واشرب معتقة الديني والخامر بقى واشرب الخامرة والكلام ده كله فدي دعوات فيها مجون يقول البحتري مني وصل ومنك هجر البحتري برضو شار من شعراء الكبر جدا بول مني وصل ومنك هجر وفيها ذل وفيك كبر بيكلم حبيب تبا انت نعيني وانت بؤسي وقد يسوء الذي يصر تذكر كم ليلة لهونة في ظلها والزمان نظر غرض من اغراض الشعرية هو بيكلم محبوب تقول لك في وصله فيها هجر وهنا بيتكلم عن المحبوبة طب لو انما تتكلم عن المحبوبة يا شباب على طول هتقول لي ده غزل وليس بشيء اخر خلاص ابو فراس الحمداني وطبعا ابو فراس يا شباب من اعظم الشعراء اللي كانوا موجودين وده امير بقى يتخيل امير شاعر يعني مش متكسب ولا اي حاجة ده كان شاعر بل اراك عصية دمع شيمتك الصبو اما للهوى نهي عليك ولا امرو بلا انا مش طاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سره ما يزميلي غرضا من اغراض الشعر التي ظهرت في الادم العباسي بقول لك ابقى وكأن المحبوبة بتكلمه يعني هو كأنه عامل كده محبوبة بتكلمه بقول لك بتقوله اراك عصية دمع شيمتك الصبر انت عندك خلقك الصبر شيمتك يعني خلقك خلقك الصبر يعني اما للحب نهي عليك ولا امرو ما فيش حاجة كده بتهزك من مشاعر لا بالعكس ده انا مش طاق ومحب جدا ولكن مثلي لا يزع له سره كاتوميا تئيليا فبقول لها انا مش طاق وعندي لوعة هل ده غزل صريح ما فيش في ذكر محسن محبوبة قلنا ده امير ده امير ابن امير هل فيه اعتذر بيعتزلابه لا انا اسف ارقوك تقبلها تظر لا طبعا ده امير ايضا كمان حتى في اللي اعتذر عنده ايفت نفس فيه غزل عفيف بيكلم محبوبته بيكلم المحبوب قلنا بدل بيكلم المحبوبه خلاص طيب فيه عنده وصف بيوسف بقى الدور او لا 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 يبقى كل ده غزل عفيف ابن الرمي بيقول اني صرفت الهوى الى قمر لا يتحدى العيون بالنظر الله لكس بقى كده معايا حبيبي لو انت حبيت بقى تبع الكلمات تبعت كلمات كده في الحب يعني بيقول اني صرفت الهوى الى قمر لا يتحدى العيون بالنظر اذا تأملته تعاظمت الاقرار في انه من البشر ثم يعود الانكار معرفة منك اذا قسته الى الصور والله كلام محتاج مؤلفات وكتب علشان نقدر نشرح الكلام ده بيكلم محبوبته خلاص كله اعرف بقى بقول لها العيون اهو كلافس الكلمة ذكر ذكر جوانب حسية من عيون بقى وقال لها انت عاملة زي الامر وصورة ولو كلمت كلامك انه مش البشر خالص بس برجع تاني وفكر فاكتشف ان انا قاعد جنب بشر فالكلام هنا روي وجميل فاكيد ده غزل ايه غزل صريح اتكلمنا يا شباب عن الشعر يبقى لسه ايه النثر قال لك النثر حال الادب في عصر الدويلات للأسف العصر عباسي بقسم العصر عباسي اول وعصر عباسي التاني في العصر عباسي التاني حصل انقسامات وضعف الضعف ده برغم انعكس على الادب فظهر في عصر الدويلات وخصوصين الدولة الايوبية اصدار الادب في ذلك العصر خاصة النثر طيب النثر اللي لمصدر ايه اللي حصل قال لك عصر الدولة الايوبية الكتاب جنو ثمار النهضة الفنية ممن سبقوهم واشهر الكتاب عباد الدين الاصفهاني ينتمي الى دوان الرسائل في عهد صلاح الدين الايوبية قال لك الرسالة عندي بقى فيه رسالة اسمها رسالة وصفية نوع من الفن النثري يعني رسالة وصفية قال لك يعني الكاتب يكتب بقى حسيسه ومشاعره وتجارب عشها وموقف عصر وبيحبر عنها بقى يبقى ده اسمك رسالة وصف وصف يا شباب أنا ممكن أوصف شخصية أوصف مكان أذكر بقى المكان أوصف في كل حاجة ومميزات وعيوب يبقى دي اسمها رسالة وصفية قال لك نصاص أسلوب الرسالة زي أسلوب النث بس أقول لك فيه تأثر بالقرآن تداخل مع الشعر يعني بدأوا يجيبوا بقى الشعر وأشعار بدأوا يقولوا أشعار واستخدموا المحسنات البديعية والاعتماد على الأسلوب الخبري قال لك بقى من حيث بقى السمات عمتا قال لك بقى التأثر بالفؤان الكريم سهلت الألفاظ وضحي المعاني كسرت المحسنات البديعية كسرت الأسلوب الخبري لأنه فيه وصف والأسلوب الخبري بهمة جدا للوصف لأنه فيه تقرير يقول لك حتى الأسلوب الخبري غرضوا التقرير والوصف يا شباب طيب وقصر إيه الجمل طيب سمات الأدب في العصر العباسي الأدب في العصر العباسي تأثر بالقرآن تدخل مع الشعر استخدام المحسنات الاعتماد على الأسلوب الخبري طيب رسالة وصفية قلناها بيتكلم عن الأحسيس ومشاعر والتجارب ومواقف ونوع من الفن اللي ايه الناثر اللي كاتب بيتكلم فيها عن نفسه طيب السمات عمتا نحن نقول لبقى صورة الأسلوب الخبري المعنى كسر الجمل كسرت الأسلوب أنت إيه دا؟ إذن ممكن يا شباب إن احنا إيه نصور تبقى صورة جميلة جدا لمخطط صبوري سهل جدا تقدر من خلاله إن انت تفهم الدرس بصورة طيب كتب العماد الأسلوب يصف أيام صلاح دين واستمرت ركز بقى إزاي تعرفتك أول حاجة الجمل النثرية ليه؟ لأن أول حاجة اللي يجب أن نركز فعلا شوية إن أول حاجة مستخدم حسن برعيد أول حاجة قصر جملت ليه جمل قصير رايه استمرت نحسن أين سنة بعد سنة وتعدلت بعدله الجوانح وتذللت ببقاسه الجوامح ودانت له الممالك القاصية عندك القاصية واذعنت إذاعنت لحكم الأمان القاصية عندك القاصية والعصية وعندك كلمة جوانح وجوامح ركز كل ده بيستخدم حسنة برعيد وعندك قصر جمل وملكة القلوب والقبول وعندك برضه عمل أدى 1-2-3 1-2-3 يعني عمل ساجع عمل ازدواج في قصر جمل استخدم الأساليب الخبرية أسلوب خبر ما فيش ولا أمر ولا ناقي ولا استفهم ولا أي حاجة طيب قالك تدخل مع شارف فيه بتشارف هتقول لا ما فيش بتشارف خالص ما فيش ما فيش والله تأثر بالقرون طيب فيه أي قرآنية كده أو جاب كلمة تدول على أي قرآنية أو لفظة فائدة من الأنفذ القرآن لا شو الأنفذ غريبة بالعكس ده أفظ سهلة وبسيطة طيب الاعتماد على المحسي على اعتماد على الأسلوب الخابري يعني لا الأسلوب الإنشاء اللي هو إيه أمر الإنشاء اللي هو الطلب وغير طلب إحنا قلنا في الترميل اللي فات قلنا أمر نهل استفهام لمن نداء هل في حاجة من دول الطلب يقول لي لا ما فيش ما فيش أمر هناك استفهام يبقى خلاص اعتمد على الأسلوب الخابري يقول بديع الزمن الهمذاني حدثنا عيسى بن هشام قال بينما أنا بمدينة السلام قافلا من بلد الحرام على شاطئ الدجلة إذ انتهيت إلى حلقة رجال مزدحمين يلوطرب أعناقهم ويشق الطحك أجداقهم حتى وقفت بمسمع صوت رجل فإذا وقراد ويرقص قرده ويضحك من عنده ومن عنده يعني بدحك الناس وقد أشرقني الخجل بريقه وأرهقني المكان بديقه قمت وقد كساني الدعش حلته ووقفت لأرى صورته فإذا هو والله أبو الفتح الإسكندري فقلت ما هذه الدناء وإي حك فأنشأ يقول الذنب للأيام لا لي فاعتب على صد في الليالي يعني ابن شام بيقول أنا رحت على قرية أو بلدة على شاطئ الدجلة نهر الدجلة في بلاد الشام والعراق فإذا أرجد الناس يجلسون في حلقة ويدحقون ويتصامرون بسبب أن رجل يرقص القرى ده قرد يعني بيقعد يرقصه وطبعا المكان كان داية وفي دهشة كبيرة جدا وجد الناس في لهو يعني بييروحوا مكان في لهو مكان يعني بالنسبة له يعني يجد أن هذا فيه سفة قاعدين يرقصه ويشوف القرد بيرقص ونسكتور تضحك وسيبين أعمالها والكلام دا كله فبيقول لأبو الفتح بقى لأبو الفتح الإسكندري ما هذه الدناء إيه الدناء قال له أنجر يقول الذنبو للايام لي الايام هي اللي خلت نعمل كده ما لقيتش مهنة تاني فبعد عني صرف الليالي طبعا أول مرة تجد أن هنا فيه يعني رسالة أو كلام ناثر وتجد مع الناثر فيه إيه شاه فأنت بتقول تداخل مع مين مع إش شاه أماد الدين الأصوحان يا شباب من دقيق الوقت بقول لك إنها القدرة التي تتجرأ على الجزع والصابر يعني الجزع والصبر عكسه بعض يعني بقول لك الرسالة دي الزارتية طبعا بدل عبادة الدين الأصوحان أنت تقول لي دي رسالة يعني فيه الرسالة الإخوانية من الأخوة اللي هو الكتاب يعني بيبقى فيها مرسل ومرسل إليه يعني الصديقي كذا كذا الرسالة غصفية بيتكلم عن الحياة والماء والمشرع الذي يؤلف بين الوارد والصادر والقضاء الذي يسوق الخلق إلى الصعيد الواحد والمواعد طبعا دي مش رسالة وصفية طبعا وكبال مش رسالة دينية لأن الرسالة الدينية بتبقى فيها حكم ومواعد وبتدقى بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله ثم فصل الخطاب أما بعد ثم بعد ذلك الموضوع ولكن هو بيكلم عن مثل لفئة الكتاب فإننا نقول رسالة إيه دي وانية قوة دي رسالة صغيرة في العصد إيه عباسي عمد الأسفانبول وصلته إلى دمشق في أيام إنجلاء حسنها وإنجلاء حسنها وغناء أفنانها بالأغاريدي وانتشائي إنشائها بالأناشيدي فقدمتها في قطيب الزمان إنو وزلته من المدرسة اللي ولايتها في أحسن مكان طبعا درسالة وصفية بيوصف الحياة أيام دمشق وطبعا انت ملاحظ إنه بيستخدم محسنات بدعية كتير طباق بيستخدم حزن وحسن وبيستخدم كلمات يعني كلمات يا شباب بيبقى فاسقة كتير فيها جناز استخدم جناز بشكل كبير جدا وملفت فطبعا يقول لك النعمة الدين الأسفاني يستخدم ده في رسالة وصفية إن شاء الله لما تيجي حلقة الفن النثري أو النصوص النثرية هنطبق ده بشكل كبير جدا على نص عماد الدين الأسفاني بيتكلم فيه عن مصر يعني خلاص زمن صلاح دين الأيوب يبقى احنا عارف مدسمات الأدب في العصر العباسي من خلال الشار ومن خلال النصر وطبعا أنا آسف على الإطالة يا شباب ولكن يا كانت حصة دسمة فيها كثير من النقاط التي تناقشنا تناقشناها مع بعض وإن شاء الله تقدروا تطبقوا بشكل كبير جدا وأي سؤال أو أي استفسار احنا معاكم دايما على منصة البث المعاشر إلى هنا عزائي الطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة دمتم في رعاية الله وإمنه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر